بمشاركة مئتي فنانف تتحط بأحد دور العرض بالقاهرة فعالية معرض الفن التشكيلي مختارات عربية في دورته الرابعة يمثل المعرض أكبر تظاهرة للفن التشكيلي العربي ويضم نخبة من أبرز تشكيليين العرب من مختلف الأجيال من الروادي والمعاصرين والشباب من مختلف الدول العربية في مجالة الرسم والتصوير والنحط والخذف والغرافيك ده معرض الحقيقة تذكاري جامع لمسار الحركة التشكيلية على مدى نقدر نقول أكثر من نصف قرن يعني هناك أعمال للجيل الوسط من الفنانين موجودة فيه ويلي هذا الجيل حتى الألفية السلسلة المعرض بانوراما مصغر للفن التشكيلي العربي من المحيط إلى الخليج حيث يضم فنانين متمييزين بالعالم العربي معرض يستمر لمدة شهر كامل ويضم ثلاثة مئة من الأعمال التشكيلية في المجالات المختلفة تضمها القاعات الأربعة المخصصة للعرض في المعرض متنوع جداً بيجمع ما بين التصوير والرسم والنحط والخذف والغرافيك هي أعمال نخبوية هي تمثل كل هذه الأعمال تمثل مقتنيات أترية العرب للثقافة والفنانية فنانون مشارك من مختلف الدول العربية مصر والسودان والسعودية والعراق واللبنان وسوريا والكويت والمغرب واليمن وتونس معرض مختارات عربية حقق نجاحاً كبيراً خلال الدورات السابقة سواء من حيث الحضور الجماهيري أو الاهتمام الإعلامي أو المستوى الفني الذي أشهد به كبار النقاد والتشكيليين تشكيليين